جميلة مباركة زيتونة لا شرقية ولا أرضية يكاد زيتها يضيء ولو لم تنفسه نار نور على نور نور على نور أهلاً ثلاثة خطأ أخر مخطأ خطأ أهلاً ثلاثة في سخة الفاتفة أهل البيت عليهم السلام أن الحمد من النور هو الحمد من فاطمة الزهراء من الجنرية والعبادة الزهراء والعلي ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم يوجد أمام المساعدة لذلك في أي مكان الذي تذهب في الحمد من النور يوجد أمام المساعدة جداً للمساعدة الزهراء والعبادة الزهراء أهل البيت عليهم السلام لا أريد أن أذهب إلى الكثير من المساعدة يمكن أن يأخذ الوقت ويأخذنا من المساعدة من المساعدة التي سنقوم بحقًا تقوم بحقًا 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 في هذه المساعدة التي قمت بحقًا في البداية يوجد أمام المساعدة وعبادة في العرب يعني أمام المساعدة ويوجد أمام المساعدة ويوجد أمام المساعدة وهو العهد العهد هو المساعدة لكن تقوم بحقًا 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 مع الله سبحانه وتعالى مثل النظر لديك المساعدة مع الله سبحانه وتعالى كما أنه يكون هذا المساعدة ستقوم بحقًا بحقًا أو ستقوم بحقًا بحقًا لحقًا بحقًا مثل النظر نعم قرب الله سبحانه وتعالى عندما تقوم بحقًا تقوم بحقًا وتصلحًا على مفقًا وكما أنك تحتاج إلى تقوم بحقًا إلى هذا المساعدة حيث أنك تفعلها بينك وكما أنك الله سبحانه وتعالى لن تقوم بحقًا هذا المساعدة لا يمكنك أن نفعل ذلك الحمد لله أنا محقًا الآن لذا فجل أن تذهب إلى أن تقوم بحقًا لأن تقوم بحقًا لذلك المترجمات والذي بإعطاء الله سيئة دعونا تقولك ترغبت من أكثر أنت إذا أردت أمر أخير إذا أردت أمر أخير في هذا العام أو هذا السيارة سأعطيك أمضيك تحديد كثير من طفل إذا أردت أمر أخير سيكون أخيرا سأكون أخيرا سأعطيك تحديدك سأكون أخيرا وإن أنت تتعلم كثير من أشياء إنه لا يعمل على العمل في الهدفة وإنه سيكون جيدا وإنه سيكون هذه الأشياء أو الأشياء أجل أن أعطيه هذا النبي إنه لا أعطيه هذا النبي أو هذا النبي أنا تتحرك هذه المرسلة مع أشياء والناس لديهم حقا بمعين ومعين أشياء تعتمد أن هذا تعتمد حقا إنه شخص مبتد مني حقا أتوقفه إنه سيقوم بإمكانه إنه ستقوم بإمكانه هذا النبي سأعطيه كذلك أو مهانة جيدا ولكنني لم أعطيه أي شيء عندما إعطيه لنحصل بشكل مضح. إنه مضح. مضح للناس كم همان الحياة إذا فعلنا هذا سمع مضح بشكل مضح. مضح لني إذا سمع مضح أفريطي لقاء لبعضيها في الحقب وي لا فعل ذلك. هذا سمع مضح. بالضح لني إذا كان مضح من الوصول من الوصول الوصول إلى الوصول والوصول من الوصول إنه مفهر لتحفظ المساعدة مفهر لتحفظ أي كبير من قوة ما يحدث هنا؟ هناك وعد الإلهي وعد الله الله سبحانه وتعالى اللعنة العالم يتحفظ لنا يتعطي لنا عمله اللعنة العالم يتعطي لنا عمله وعمله أنت سوف تحفظ تحفظ أنت سوف تحفظ تحفظ في القرآن لدينا الكثير من قرآن يتعطي لنا هذا المهم انظر إلى هذا في المساعدة الله سبحانه وتعالى يتعطي للمؤمنين أن يكون مفهر وعلى أكثر عندما يرى شخص الذي يكون مفهر من المساعدة الله سبحانه وتعالى وعلى أكثر يتعطي لنا في هذا المساعد مع عالم بن عبي طالب عليه السلام وعلى أكثر وعلى أكثر وعلى أكثر من المؤمنين تحفظ لذا الله سبحانه وتعالى عندما يتعطي لأي شيء هذا المساعد سيكون مفهر إذا أردت أنني أتعطي لأي شيء شخصي أصحابي أمي 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 أحد في المساعدة إذا أتعطي لأي شيء لأي شيء لأي شيء وأنني لا أفعل هذا سيكون خطي وأنني أمي ما تفكر إذا أخذ الله سبحانه وتعالى وأنني أخذ هذه المؤمنين وأنني أخذ الله عز و جل سأخذ أخذ هناك أثناء لا أريد أن أتعطي في هذا لكن هناك أثناء أثناء القرآن في واحد من المساعدات نعم أخذ منافقين والظالمين والسرطان 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 وأنني أخذ لهم أن أصبح كذلك أخذ أخذ في حياتهم النعر 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 لأعمال لأظلم لأغرقهم نعر نسمي هذا وعيد عندما الله سبحانه وتعالى مؤمنين لأجنة هذا واحد نعر أخذ بشكل في الفلسفة في أكتورنا بالفلسفة أهل البيت عليهم السلام نرى هذا أن الله سبحانه وتعالى قد يتخل وعيد لكن لا يتخل وعد كيف الله سبحانه وتعالى يتخل أخذ أخذ وفي النعر النعر الله سبحانه وتعالى هذا سيكون محطة الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى هذا 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 سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى إذا تجلت هم تعالى وانت قد يذهب إلى الجنة وانت سبحانه وتعالى سيجد لأن الله سبحانه وتعالى لا تكون سؤال من أي طريق حيث يفعله. كما يفعلنا في الله الرحمن الرحيم الغفور نعم تواب هذا هو مجموعة. الله سبحانه سوف يساعدون البعض ويساعدون المؤمنين والمظلمين والشهداء إذا كانوا يذهبون إلى جنة الله الواسعة. هذا هو شيء عن هذا. لذا انظروا على هذا. بعد حدث معركة بدر من المحاولة بدر رسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم اخذ المكان على المقاطع في ذلك الوقت. لأن المساعدة الكفار كانت اخذوا في ذلك المقاطع في ذلك المقاطع. كانوا يساعدون هنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ ذلك المقاطع في ذلك المقاطع. انظروا لهم. فهم ي microorganمون يوجدونهم. صحيح؟ يجبونهم كله. فهم يلقوني. قال لهم لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقًا نرى ما الذي الذي نعطي الله علينا من اطلاعه من النظر من هكذا، نرى هذا، نرى الواقع من الارض الذي يحطي الله يحطينا نرى من نظر هل قد ترى ما الذي يحطي الله تعالى لك المشركين من النجاة الخائدة بعد الموت؟ إذا انهم تضعوا، ما شاه combustل صلى الله عليه وسلم؟ رحضة روح عليه وسلم، روح للقناة، رحضة روح، بلالتين فقد إصداد م circulating他 لكن بعض المنourcingент الموجود في خند الان، قوو تم تعرفه ٢ه Brill هو Conrad منثقه اللذي، كانُ يد messaging يبدوا صلى الله عليه وسلم م絡eka هذا الرجل يريد أن يجعله يقول الرافت صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أول تكلم الموت على رأس البئر قال وجدنا ما وعد ربنا حق فالوجدتم ما وعد ربكم حق قال بلى they said بلى they said بلى yes we have seen the bad result of our action in the battlefield of bad well that man said you're talking to dead people how could you يا رسول الله talking to people they are dead they are they can can they hear you can they hear you قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أنتم أسمع من رب look at this one قسام خور رسول الله صلى الله عليه وسلم that you cannot hear as sharp as they can hear they are dead and you are alive you are functioning you are doing activities you are breathing out you are moving around but they are dead but you cannot hear as sharp and as much as they can hear because they can hear me directly through their souls because their souls is not dead they are dead in their physical shape not in their soul the soul came out because we do believe that death is not the end of any human death is only like a terminal point that the separation is going to be there between the soul and the physical shape the soul will be somewhere and the physical shape is going to be turned to a tera and in the day of judgment in the day of the day of the day of the account of resurrection الله سبحانه وتعالى will give his order to all those parts that they disappeared on that earth or in the oceans or anywhere to come back together to be assembled like a good non-beautiful shape of a human being and the same soul will come back to it it's like this there will be reunification between the physical part and physical shape and the soul and the insan at that time is going to be standing before the court of الله سبحانه وتعالى in the day of judgment so this is another another subject we want to go there but it takes us really another another long time because we want to go back to our own main issue in here about وعد الله سبحانه وتعالى about the promise of الله سبحانه وتعالى الله عز وجل برامز المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم like part of the مؤمنين or part of the مسلمين because there's a big difference between الإيمان and الإسلام you know that الإسلام is when you say testify you declare لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسوله الإيمان is a higher level you should go from الإسلام to الإيمان to have willaya to have that you have to have to follow الإمامة and al-wilaaya and al-wilaaya والإمامة is not something stranger is the same continuation of the same banner and manners and teachings and preachings and the soul of النبوة same thing one time there is one of our علماء is like ayatullah he was delivering like a speech and he mentioned أصول الدين mentioned أصول الدين and you know أصول الدين التوحيد he said he said أصول الدين سيدنا مولانا what are you talking about أصول الدين they are five they are not four he said where what do you mean what do you mean they said where did you put الإمامة he said I put الإمامة in the womb of النبوة it's in there nothing different there's no different between الإمامة and النبوة but Jibreel gave his message and the ayat revealed to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and those ayat are powerful are rich are invincible until the day of yajmat dinillah al-islam dinillah al-islam the imams they are following and they are leading in the same religion that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam carried on to them to the humanity to the generations after the generations to come same thing نبوة Rasulullah القرآن الكريم is so rich and invincible islam is so rich and invincible the same thing يعني he tell you when الإمام المهدي will reappear inshallah sallallahu alayhi wa sallam in the time of the reappearance of الإمام alayhi wa sallam that he would lead the world toward real justice and freedom I would bring the original islam to be taken and controlling the world well they say that المهدي will bring like a new religion new religion I will tell you how what kind of a new religion they will see imam mahali will have like a new religion a new islam a new ahkam new image of islam will you say yes yes it's gonna be the same why is it new it's new for those who left the original islam because the massive majority of the muslim they left islam they left the holy quran they give wrong interpretation of the holy quran everybody is reading al-fatihah everybody is reading surah al-bahara everybody is reading surah al-ahzab everybody is reading surah al-tahreem tell me what allah subhanahu alaihi said in surah al-tahreem two women in there they were condemned you don't condemn them because you don't want it that wrong interpretation of the holy quran brought that kind of divisions to the umma al-islam l-imam al-mahdi he is going to bring the same islam islami muhammad waslami ali is gonna come back in its strong image that's what that's they say it's stranger for the wahhabis all over the oh you have wahhabis gonna be this religion of the imam al-mahdi is going to be strange for them it's going to be different because that islam that is leading the world right now is islam al-hukam islam al-hukam because they tell you where the other bismillah look at this one inma bismillah m'arrahim inma you read allah inma waliyyukum allahu warasooluhu ah wal-lazina amanu al-lazina quimun salata one time there's one of the their ulama he said well inma yudhi ba'ankum rish ahla al-bayt he said ahla al-bayt are all those who will live in the time of the allah they are ahl-bayt al-basool he said this one we read it they read it everybody reads it but they give you wrong different different interpretation the imam is gonna tell him no ahl-bayt are those specific five infallibles and ahl-bayt the infallible the 14th infallibles okay look at this one no he said also not only when I continue with this man he said an ahl-bayt also could be those everybody who will live in in the time of the prophet and he said ahl-bayt are all muslims in life because they are belong to the prophet ahl-bayt and he said one of the meaning of ahl-bayt also some ulama he said they say ahl-bayt are all the hukkam all the kings and the presidents and the government everybody no difference you cannot tell me your fingers that they are five they are not the same what is this some of the ashab and nebadi were good some of them they were bad and some other they were ugly it's like this not all of them are bad not all of them are good you have good and you have the bad in every place in everything everywhere in every situation hukkam hukkam vallamin they are killers many of the hukkam they are killers many of the hukkam they are criminals bunchers you want to tell me they are ahl-bayt well ahl-bayt one of their characters that arrejus is not living in their life arrejus which is them sparkles sparkles sinless infallible these are ahl-bayt you tell me all the hukkam all the muslimin all the ashab everybody that's a war i was stuck with my friend yesterday we were talking about this one i told him in our fiqh in our jurisprudence if you have only one daughter somebody has one daughter he would leave this life the earth the inheritance would go to his daughter this in our fiqh in their fiqh no if you have only one daughter your daughter cannot take any inheritance will go to bayt ma'l-al-muslimi why this is your daughter this is your generation no you know why they do that because they want to prove that the action of the first one is right when he took fadak from zahra doesn't want to give inheritance to zahra he want to say that al-rasul does not give inheritance to his only one daughter who's only one daughter they want to keep saying that the action of that khalifa is right he doesn't let the inheritance goes to the daughters of the deceased if there's no son that goes to the sons must go to the daughter because the daughter is weak in the society the daughter whatever female is weaker than the male and the society you leave your daughter high and right and leave this life no yeah the money will go to that and the earth and inheritance should go to that mean to the baytul maal baytul maal and leave his daughter high and right just because to leave that khalifa satisfied with his action that Rasulullah did not give did not leave any inheritance to his daughter Zahra what this is something the interpretation is bad yes and imam al-mahdi is going to get new for them but for us is not because we know we want to know more we want to continue to know more about ahli al-bayt alayhum as-salam it's not enough we say that's enough we have to continue learning we have to continue taking information from our ulama from the history how ahli al-bayt alayhum as-salam actually sacrifice how they lived what did they do to bring us a tashayyuh like this clean pure peaceful beautiful and in the same time strong it's because of jihad and juhu of ahli al-bayt alayhum as-salam but to make the situation a little bit shorter there is two things of the titles of al-imam al-ayhi al-salaam one of the title of al-imam al-mahdi is al-man-tahar right al-imam al-mahdi al-man-tahar وارسة الأخرى هو المنتظر ومنتظر أمام المهلي هو المانكن أو المانكن له ينتظر مانكنه نتظر أو له ينتظر لنا نتظر ومن أن نتظر الذي ينتظر لله؟ أيضاً. وأنتم يقوله ، كيف؟ لأن كل من على هذا المكان الأرض وغير ذلك الناس الذين يتعرفون المحاولة المحاولين والمحاولين والمحاولين والتفاقين يستعملون على المحاول لأن الإسلام يحاولون العالم وهذا هو المحاولة الدكتورية وَعَضَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمْلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَشْتَخْلِفَنَّهُ تَالْرُضِ إنه خلق خلق حكم من الظالمين خلق الرجل 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 إنه خلق الآن عمل لأن الإسلام هو المحاول الإسلام الذي سيأتي الظلام ومحاولة ومحاولة محاولة لأيك ليس فقط لأيك 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 إسلام كذن لأيك 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 لحظة الأن لحظة ونحظة 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 المساعدة على أبيه الإمام العسكري عليه السلام أبيه كان هناك كان يحاول أن يساعد المسلمين أبيه جعفر الإمام عليه السلام هو خمس عام قاله يستنحى انظره لا يمكنه فعله لا يمكنه فعل شيء تنحى يا عم احسن احسن أنا لدي المساعدة لتساعد المساعدة والأبي لا يمكنه فعله لأنه لم يتحدث هذا جميل جميلة جميلة قبل لأنه كان قريبا بان العباس لم يكن لديه أحسن أو أحسن لترى الإمام العسكري لكن عندما تظهره يرى أنه يظهر يظهر أبيه العسكري عليه السلام احسن احسن أبيه لدي المسلمين في فعل المساعدة والمساعدة والمساعدة نعم نعم كبير المساعدة من أبيه العسكري هذا هو أحسن أحسن وإمام العسكري يظهر بعد ذلك لا يعني أنه يريد إلى المساعدة أو المساعدة مختلفة هو في مكان في هذه الأرض هو هنا هو في مكان في هذه الأرض لكن لا يمكنه أن يتحدث أيحد كبير المساعدة مثل هذا كثيرا لكن مع أكثر نواب إثمان عمري محمد سيد العمري الحسين أم روح أبو محمد السامري في حوال 60 69 70 عام هذا عام النية والوكالة نعم نائب أبو محمد السامري قال هذا أخير أو هذا أخير الغيبة الكبرة لكن هذا لا يعني أيضا أن الإمام يتحدث من أخر من هذا المكان الأرض هو هنا أؤمن أنه معكم إمام المهدي يتحدث في المجال عشورة يتحدث في المجال الشهر رمضان يتحدث في المجال كله لا يحتاج أي فزا هو أكثر من كل أحد لا يحتاج أي فزا يمكن أن يذهب كل وفي وفي الزهور المبارك الكثير الكثير سيقول يا 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 لقد رأيت هذا جميل أخير في الحج رأيت ذلك في المدين أخير في كربلا أخير في النجر كل人 ربما بعض أحد أحد بعض مننا لقد أخبر الإمام ولكن لم يكن أخبر أنه هو الإمام سيكون أخبر عندما الله سيكون سيكون في الصوت في الصوت الصوت جبرايل ظهر الإمام المهدي نعم فاتبعوه نعم نحن نحن نتوقع لذلك الإمام المنتظر ولكن ما هو المنتظر ؟ هو إنتظر الإمام ينتظر هذا مختلف لذلك المنتظر ليس لا يوجد أمام لا يوجد في الصوت لا يوجد الثاني لا يوجد الوحول الإمام لنفعل هذا مختلف في صوت سيكون فاتبعوه ونحن أن هذا فاتبعوه يتبع أبطي بسرعة 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 الإمام المهدي تعالى فارض هو شريف نحن لنا لأننا نظر أننا نحن شياة في أهل البيت. نستمر بأننا نموablقاء الهل البيت. ليس فيحظنا على المناة. هل نحن لأجل هذا ذهور؟ هل نحن لأجل الأشياء الإمام؟ هل نحن لأجل الجانب صحيح؟ هل نحن نحن حقا حقا لقد نرأت هذاбыل أن يكون أدأت من الإمام عليه السلام كما هو الشيعة لذلك نحتاج لنصبعه نحتاج لنصبع هذا التشيعة هذا التشيعة في نفسنا لا يمكننا أن نصبعه كشيعة فقط بإمكانه حمد حسن حسين محمود نعم عباس نريد أن هذا التشيعة يكون تشيعة يكون تشيعة يتبع لأشياء نريد أن نكون شيعة يعني شيعة في إمكان ليس شيعة في إسم الإمام سيكون لنصبعه إذا الشيعة أهل البايد الشيعة أثناء الإسلام ليس محلوظون وليس محلوظون وليس محلوظون وليس مستعدون لنصبع لنصبع الإمام في وقت الزهور يتبع لنا إبراهيم الخليل كان يملك القرآن الكريم سيكون لذلك لأسفل إبراهيم ولكنه أعطيه أعطيه محلوظة 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 انظر إلى هذا محلوظة دعونا نرى قرآن بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّة إِبْرَاهِيمَ بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم في الدعوام في الدعوام الرحيم هذه الدعوام الرحيم أعطيه 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 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِسُلَيْمَانَ الْرِيحَ وَدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ والله والبّم الله تحضر سليمان أمسكي تلو حيث بسم الله الرحيم ينبذر بالمال ينبذر بالموقع وينبذر بالموقع التي سُلَيْمَانَ في حياته خطير مرحب الله الرحيم الشهر. قوة التي سليمان حقاً في حياته كم عميزة الله سبحانه وتعالى هذا العمل الله عز و جل قد يكون محاولة قد يكون محاولة على مثال نقول نقول محاولة محاولة سيكون محاولة كل سنة ليس فقط محاولة كل سنة اذا قد يكون محاولة عيسى هذا كما قلنا نقول محاولة اللهم سبحانه وتعالى يصلح أمر الإمام نعم في يوم وليه الله عز و جل سوف يكون محاولة فقط في واحد في واحد سوف يكون محاولة و ترى أن العالم تغير بعض المحاولات مبارك عليكم هذا اليوم العظيم روزي تولد نعم المهدي فراجه الشديد اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة